بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكل متابعي في قناة تيجرسات وأهلا بكم في فيديو جديد على القناة إن شاء الله فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض على طريقة سحب نسخة السوفتوير لأجهزة الجي اكس وأغلب أجهزة الفور ايفر فإزاي أسحب نسخة السوفتوير اللي عندي بالحجم الأصل بتاعها بحيث إن أنا أقدر أنزلها على الجهاز ده أو أنزلها على الجهاز تاني بكل بساطة الطريقة اللي معنا النهاردة طريقة مختلفة جدا بكود هتبدأ تكتبه على الرصيفر هيسحب لك نسخة السوفتوير بالحجم الكامل بالفلاش الكامل بكل بساطة علشان لو عندك سوفتوير الجهاز مستقر عليه وشغال به ومريح الجهاز عندك وانت شغال عليه تمام وفوش أي مشاكل وجيه نزل تحديث أولاين أو أي تحديث نزل للجهاز من الشركة ونزلته ولقيت فيه بعد المشاكل أو بعض الحاجات اللي مش عاجباك تبدأ ترجع للنسخة اللي كنت عليها بكل بساطة بإنك تكون ساحب النسخة دي عندك على الجهاز فأنت لما بتسحب نسخة السوفتوير اللي عندك بيكون عندك حل إنك لو لقدر النسخة اللي انت نزلتها فها مشكلة بكل بساطة ترجع للنسخة اللي قبل كده فعلشان ما تواجهش أي مشاكل بالنسبة للتحديثات الكتير اللي بتنزل للأجهزة لازم تسحب النسخة بتاعتك أو النسخة اللي انت شغال بيها على الفلاشة فدي هتكون الطريقة بتاعتنا النهاردة والطريقة اللي معنا هتكون لي أغلب أجهزة وفي أجهزة أغلبها بتشتغل بنفس الطريقة اللي هنسحب بها السوفتوير النهاردة فتابع معنا الفيديو للنهار عشان تشوف طريقة سحب نسخة السوفتوير بكل بساطة من الصفر على الفلاشة علشان ما طولش عليكم هنبدأ نروح للفيديو بتاعنا لكن لو أول مرة تشوفنا على القناة ما تنساش تدوس على لايك وتعمل معنا اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض أهلا بكم مرة تانية وهنبدأ نشوف إزاي هنسحب نسخة السوفتوير من الرصيفر على الفلاشة بتاعتنا وزي ما قلنا إن الطريقة ديت لأجهزة الجي اكس وأغلب أجهزة الفور ايفر بتمشي عليها زي أجهزة الكيو ماكس وأجهزة الميديا ستار والسيناتور هتبدأ تخش على الرصيفر بتاعك زي ما هنشوف مع بعض كده بتكون مركب الفلاشة على الرصيفر وبتبدأ تخش على قيمة الرصيفر وبعد كده بتروع على الفلاشة هنبدأ نختار اليو اس بي بعد ما تدخل على الفلاشة زي ما احنا شايفين ادي الفلاشة بتاعتنا طبعا خانة إرسال ديت مش هي دي الطريقة اللي هنسحب بها طبعا إرسال ديت خاصة بسحب ملف القنوات اللي هي أبلود ديتابيس وخاصة بإرسال المفاتيح اللي هو السوفت كام أو ملف الشفارات اللي موجود على الرصيفر لكن سحب نسخة السوفت وير مختلف كود هنضربه على الجهاز بيبدأ يعمل عملية السحب لنسخة السوفت وير بالحجم السوفت وير اللي هو المعروف الخامسة ميجا والتمانية ميجا تمام هنبدأ نشوف مع بعض هنعمل ايه احنا بنكون دخلين على الفلاشة زي ما احنا وقفين كده وبنبدأ نمسك الرمود بتاعنا ونضرب الرقم اللي احنا هنقوله مع بعض ده وهو زيرو تسعة أربعة تلاتة واحد اتنين تمانية بتضرب الرقم وراء بعضه هتبدأ تلاقي العدسة بتاعة الرصيفر بتعد زي ما احنا شايفينها هي جابت مية في المية تمام وي بيقولك تمت العملية بنجاح هقول له نعم هبدأ اشوف السوفتوير بتاعي نيزل فين هلاقيه نيزل هنا هوت مكتوبة هوت فلاش ام اس يعني ميديا ستار سبعة وعشرين فور افر فيرجان متين وعشرين بتاريخ تسعة اتنين الفين اربعة وعشرين لو بصنا على التاريخ كده تسعة اتنين الفين اربعة وعشرين بتاريخ سحب السوفتوير اللي انا سحبته طيب انا عايز اتأكد ان نسخة السوفتوير ديت تمام هي اللي موجودة عندي على الجهاز وطبعا اللي ايه الحجم بتاعها تمانية ميجا اهوات تمانية ميجا زي ما احنا شايفين ده حجم اللي ايه السوفتوير طيب اخش على الرصيفر بتاعي كده ابدأ اخش على القائمة اروع على ضبط النظام انزل على معلومات الرصيفر هلاقي ان السوفتوير فيرجان اللي هو متين وعشرين اللي هو نفس النسخة او نفس الاصدار اللي انا سحبته من السوفتوير بكده تكون طريقة سحب السوفتوير بكل سهولة وابقى سرع ما يمكن على الفلاشة علشان لو عندك السوفتوير انت محتاجه او النسخة اللي انت شغل عليها عجباك ومريحاك والجهاز مستقرة عليها وانت فيه تحديث نازل اولاين او اي تحديث نزل وحبيت تنزله وحبيت ترجح تاني للسوفتوير لا اطمن وخد النسخة زي ما احنا شوفنا كده واسحبها عندك على الجهاز حبيت ترجح تاني للنسخة اللي كانت عندك ما فيش اي مشكلة اتمنى تكونوا استفدتم استنوا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته